شكراً يقول الرئيس والآن أدعو حكومة المغرب صاحب السعادة السيد عزيز أكنوش رئيس حكومة المغرب والتي تشكل مناسبة لنشيد بالمجهودات الكبيرة التي بدلتها منظمة الصحة العالمية وعلى رأسيها ومديرها العام معالي الدكتور تيدروس كابريوسوس وخاصة خلال جائحة كوفيد-19 التي فرضت علينا التوجه نحو ابتكار سياسات عمومية ناجعة في المجال الصحي بهدف تقوية أنظمتنا الصحية ومن هذا المنطلق وجبت الإشارة إلى أن الملكة المغربية وبتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس عملت على إرساء سياسة عمومية ناجعة تستجيب لمتطلبات المواطنين عبر مصار إصلاحي يأخذ بعيد الاعتبار الدروس المستخلصة من الجائحة ويذهب في اتجاه إرساء منظومة لتصنيع تضمن توفير المخزون استراتيجي في المجال الصحي عبر توفير اللقاحات للمواطنين المغاربة والدول الإفريقية الشقيقة في إطار التعاون جنوب جنوب كما عملت بلادنا على وضع القطاع الصحي من بين أولويات سياسة الحكومية والإنكباب على تنزيل إصلاح جدرية هم المنظومة الصحية اليواكبة الوش الكبير التي فتحته بلادنا المتمثل في تعميم التغذية الصحية على جميع مغاربة وهو ما نجحنا في تحقيقه تحت القيادة السامية لساحب جلالة منذ شهر ديسمبر 2022 من مشكلة طورة اجتماعية كبرى في المملكة المغربية ولإنجاح هذا الوش قمنا في الحكومة ببلوارات مخطط يرم الغفع من عدد مهني الصحة من 17.4 لكل 10.000 نسمة المشجل حاليا إلى 24 بحلول العام 2025 ثم إلى 45 في أفق 2030 وذلك من أجل الوصول إلى المستويات الموصى بها من طرف منظمتكم كما قمنا بزيادة الميزانية المخصصة لقطاع الصحة وتحسين أجور الطباء وتأهيل مركز الصحية والمستشفيات وشرعنا في رقمنة القطاع وهي شروط نعتبرها لازمة لضمان التنزيل السليم ليورش تعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة وفي الختام لا يفتني سواء أن أنويها مجددا بجهود منظمة صحة العالمية وبتضحيات جميع مهني الصحة عبر كل أرجاء العالم من أجل ضمان صحة للمواطنين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى اشتركوا في القناة